السلام عليكم و ازايكم و عاملين ايه معيكم ام و مالك و فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم عايز اقولكم ان انتو حشتوني جدا جدا بس قبل مبدئ الفيديو تنسيش بسرعة تحطي لايك و لو لسه مش مشترك اشتركي عايزين اوصل الى 50 الف مشترك النهاردة اول مصحيت من النوم دخلت كده على المطبخ عايزة بقى اعمل لهم كيكة حلوة كده عشان يصحوا يفطروا بيها ففكرت كده و قلت اكون كيكة انا بقى لي فترة ما عملتهاش فقلت خلاص اعمل كيكة الرووني بقى لي فترة ما عملتهاش بطعمها حلو و خفيفة يعني و كده فلقيت الحمد لله ما قدرها كلها يعني موجودة عنز و كده فقلت خلاص انا هعملها يعني و اتكل على اللو المهم بتتعمل ازاي بتعمل بطريقة سهلة جدا معي هنا ثلاث بيضات معي نص كوباية من السكر و نص كوباية بس اللي ادي انا بعملها بالشربون عشان ما تبقش مسكرة اوي وتجزع نفسنا نص كوباية من السكر و نضربهم كويس في الخلاط مع البيض بنحط البيض والسكر والفانيليا اول حاجة يتضربوا بعد كده بننزل بالزيت الزيت نص كوباية برضو من الزيت و نبدأ ننزلها سرسوب سرسوب كده وبعد كده بننزل بحوالي 3-4 كوباية لبن او زبادي بس هي الافضل زبادي بس انا ما كانش عندي زبادي فمشيت باللبن اللي عندي يعني و ايه و خلاص تمام حطيت بقى كل الكلام ده في الخلاط و دربته كويس اوي 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 و جيت هنا حطيته في البولة كده بتاعت الكيكي يعني بالعجين و بدأت بقى انزل حبة حبة بالزيت معي هنا كوباية من الزيت الأبيض و كوباية من الزيت السميد بنزل حبة حبة كده و اقلب حبة حبة و اضرب تمام في النفس الاتجاه عشان ندخلها كده الهواء و الهواء اللي احنا دخلناه ما نتطلعه اشتيني الكيكا بسيطة خالص كل الحاجات بتاعتها موجودة عندي انا بقى لما بعمل الكيكا ما بعملهاش كحلوياتنا كل علاقة انا بعملها ياما الصبح بادري ليل فطور ياما بالليل خالص كده بعد العيشة نتعاشى بيها باقي مع كوباية شاي مع كوباية لبن كده بصوا ما خدتش في ايدي سواني و كنتم خلصها دخلها بعد الوقت الفرن ايه 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 في الشقق مرة اي suscriホ Freiheit Astronomo لم نخدتش وقت خلص يعني حوالي كده 35 دقيقونة الناس لاني طبعا عند overextele T كبايتين من السكر عليهم كباية و نص من المياه و اول ما تبدأ تغلي بقى عصر لها نص عصر كده نص لمونة واسبها برحتها كده طبعا الشربات بدأ يعني يعني يبقى دافي و الكيكة لسه طالعة من الفرن هاسقيها بقى واسبها برحتها كده تتشرب الشربات دوت يعني و ايه وتشرب العسل بتاعه وما تقلقيش العسل بتاعها دوت مزبوط جدا عليها و تتشرب كله و هيبقى طعمها حلو جدا و قلت هنا بقى ويا لسه يعني ايه يعني لسه الشربات يعني منزلولها بصوا هي اتشربت و ما شاء الله على طول قلت بقى احطي لها كده حابة من الجست الهند كده والشربات لسه منزله عشان يعني ايه تلزق فيها يعني و كده طبعا هي اساسها جست الهند بس انا ما بحبش لانا قطر عشان احنا في البيت برضو مانناش تقلي عليه قوي مش بنحبه يعني فقلت بس تحت بسيطة كده على كل كطعم الكيكة يعني تديها طعم و خلاص اه تمام فهبدأ بعد الوقت اللي انا ايه اعمل لهم فهقطع بعد الوقت الكيكة وهامل جنبها كده كوبايتين شاي يعني نفطر بيه عشان كمان انا عايزة انزل عشان اه اروح يعني اجيب التموين بتاع الشهر الجديد شهر السبع يعني عايز انزل اجيب التموين بتاعه يعني و كده اه فقلت بس ايه قبل ما انزل عايزة فطرهم يعني الاول اه و كده ما بحبش بصراحة بقى نازلة كده حاسا مثلا انا برا هم هايجوعوا او حاجه اقول لا ما بحبش بقى شايل هموم انا و كده يعني ما باتاخرش بس برضو لازم ببقى مأكليهم قبل ما روح يعني ايه انزل اجيب اي حاجة ولا كده بقى مطمنة يعني ان انا مأكليهم يعني و كده بعمل بقى الفطر و هنزل اجيب التموين بسو عايزة اقول لكم برضو لو عامل لما بعمل مثلا حاجه زي كده بقى بالليل اخد بقى البنات ونخش معنا بقى في البلكونة الجو بيبقى حلو قوي ان الشقة بقى بتبقى كتمة من الجو حر قوي ليمن دولت فبنتلع بقى في البلكونة بقى و ناخد الكيكا و كده و بيبقى الجو حلو برا و طراوة كده و يعني بيبقى الجو صراحة جميل و الناس كلها تلاقيها صغرانا في البلكونات برا و سايب بقى الحر جوه في الشقة و هربانا من الحر يعني الشاية هوت نصب بقى لشي والكيكا هي تقطع تاعة ازا اقول لكم طعمها حلوة جدا نوقف عملا اكل فيها من حلواتها حلوة و خفيفة و كمان تغير بقى كان بقى لي بصراحة كسير قوي ما عملتش الرواني ديت قلت بقى عملها يعني و كده و بس بصراحة طعمها حلوة قوي قوي و بسو اهات الشاية هوت و شكل الكيكا بقى بسو انا عملا اكل فيها قوي كده انا خلاص رجعت من من برة جبت بقى التاموين و انا راجعة من التاموين برضه و لما بيقبني اي حاجة انا محتاجة بجيبها يعني و انا راجعة فاجبت كده كم حاجة كانت نقصوني كنت عايزة بقى جبنة موزاريلا كانت خلصانة من عندي فاشتريتِ الجبنة الموزاريلا دي ديت نص كيلو جبت كمان لحمة مفرومة كنت برضو عايز اعل الحمه مفرومة جبت جبنة بيضة يعني بقطعة جبنة بزيخ خالص يجب او هكذا عشان لو ايه لو حد اعاز سندويتشات او اي حاجة للي عاشة يعنيو كده بجيب بقى الفينو بجيب برضو معجنات كده من الفرنة كده يعني بشكل شوائه حاجات و جبت برضو اللبن البلدي برضو دوات عشان يعني ايه جنب الفطار يعني والعشا وكده بسخلهم يعني بغليلهم يعني لبن وكده وجبت كمان التموين ده الاساس بسهو بقى جبت الشهر ده في فرق العيش او السلع جبت الفيبة دوت جاي بقى انا في فرق العيش بيبقى اوفارلي بصراحة ان انا اشتري من بره عادي من المنظفات لا انا بجيبه بيكافيني يعني حوالي شهرين فبجيبه بقى كده في التموين بيبقى اوفارلي جبت وجبت برضو الاكسي اللي هو المسحوق دوت برضو الاتنين دولت جايبهم طبع الفرق السلع يعني وكده والتموين الاساسي بتاعي والسلع جبت بها الفيبة وجبت بها الاكسي تمام جبت بقى كل حاجة كده رجعتها مكانها وطلعت بقى الحاجة دلوقتي من الضرفة كده اللي انا هعملها على الغداء النهار ده هعمل ايه هعمل كوشري فطلعت كده العدس ونقعته بس انا بنقعه من قبلها عشان يعني ايه ما ياخدش وقت معي في السوى وبساوي بقى على النور الهدية ديت العين الصغيرة دي بيستوي يعني وبيبقى حلو وعلقت على حلها كده هغلي فيها ميا يعني عشان نسلق فيها الماكرونا وكمان هنا في الطوصة ديت هعمل بقى حمر بقى البصلوية بتاعت الكشري وهشلها يعني وكده وبمطرحة هنزل عليها يعني بالسلصة بتاعت الكشري انا بعمله مواما الاثنين في طوصة واحدة اللي هو البصلوية والسلصة لاني اساسا الكشري بيطلع مواعين كتيرا يعني كارسة بصراحة عمل زيه زي زي المحش بيطلع برضو مواعين كتيرا لازم تقول منتي وقفة تحط ايدك في المواعين اللي بتطلع منه عشان تيجي اخر اليوم مايبقاش عند الجبل مواعين يعني وكده فبحمر بقى البصلوية فيه ناس بقى بتحطي لها شوية نشا ناس بتحطي لها شوية زقيق ناس بتحطي لها مالح عشان يعني تطلع مقرمشة انا ما بحطي لاش اي حاجة ومشاء الله بتطلع مقرمشة بس انتي لما تطلعيها يعني افرزيها في طبق كده يكون طويل مش اللو وقت تحطهم فوق بعضهم يطروا بعضهم فاهمين دربت بقى طماطم وهنزل على عشان يعني بتاعت السلسة بعد ما البصلت تتحمل هنزل بقى بدلها يعني بعصير الطماطم وهنا بقى هسلق بقى المكارونة ممية غالتها هيا تحط بقى اللي سباكتي ومكارونة صغيرة خلص انا بعمل الكشرة بالمكارونة الصغيرة خلص اصغر حجم اللي اتنين بسلقهم مع بعض مع معلقة ملح كده ومعلقة زيت وخلاص على كده وبس ابقى تستوي برحيتها يعني اللهم اصلي وبارك على سيدنا محمد ناس كتيرة بقى تسألني على موضوع يعني الفرق بتاع السلع عشان كزا واحد سألتني قبل كده وانا برد عليكم في الكومنتيات وانتوش بتاخدوا بالكم مش عارفة او حاجة او مش عارفة بص يا حبيبية قلبي انت بتروحك جيب التموين وبيبقى ليك اللي هو يعني حسب انت في البطوقة كان فرد بتجيبي العيش يعني وكده يعني انت كل فرد بيبقى ليه ويجيب عيش من الفرد انت بقى لو ما جبتش عيش انت مثلا استهلكت الشهري دوت مثلا بثلاثة جنيه عيش باربعة بخمسة بيجي بقى الفرق اللي هو الباقي اللي هو بتاع الحق اللي ليك في العيش دوت الفرق بقى بتاعه بتغديه بقى فرق وسلع يعني ايه يعني هو بيبقى عنده بقى الحاجات في المحل بيقولك شوف انت عايزة ايه بقى انت استهلكتي مثلا الشهري ده بثلاثة جنيه عيش بخمسة جنيه عيش انت كده ناقس لك كده تغدي بهم سلع شوف انت تختاري ايه من المحل لتغذية فهمة فانا كنت قلتلي يعني شوف انت عايزة ايه فانا كنت عايزة بقى الفيبة فبطلت طرحها بقى دي فترة بطلت يعني ايه لانا جيبه من بره وبقيت اشتري يعني من فرق السلع فجبت الفيبة وقال لقس لي يعني فرق كمان جبت بقى بالفرق التاني كيس اوكسي يعني وكده يعني ينفعوني في الغسيل بقى الاتنين والفيبة بيكفيني للمدة شهرين انما الاوكسي ده صغير يعني مش هيكمل حاجة يعني بس قلت يقض الغرض يعني حبيت ان انا جيب الحاجة اللي انا محتاجيها سبت بقى الاكل على النار ودخلت دلوقتي القولة بتاعت الاطفال زي ما انتوا شايفين عايزة افتحها بقى تهوي كده ونفتح بقى الدنيا كده ونخلي نور ربنا يخش بقى اه هو الدنيا وفتح يعني الجو حر كده وغير جو الهواء بتاع الشقة كده ومتقريش انا بحبش افتح واش عارف ايه لا افتحوا وسيبي السلك يعني مقفول عشان الدبان يعني وكده لان الدبان فوزيع جدا في الصيف دخلت بقى البلكونة كنت منشرة غسيل فعايزة بقى لمي الغسيل اللي بصه كنت منشرة غسيل كتير قوي اه دول كانوا دورتين فطلعتهم بقى كده ونشرتهم كلهم عايزة بقى لموه كده عشان هتطبقوا عينه اول بول اه قعد سيبي الغسيل على الحبل كتير لان احنا في الصيف والغسيل يبيتطرب وبيبقى بقى ما تسبيش الغسيل على الحبل كتير لانه هو انت لو استبتقي الجو حر وصيف تحس انه كده ولك انك عملت في حاجة هيطرب تاني منك من العربيات من الشارع يعني وكده وفي نفس الوقت برضو الريحة الحلوة اللي بتبقى فيه من الغسيل هتروح منك في حروم لان نشري في الصيف يعني انه نشرت الصبح ممكن على الاخرى تلاقي نشف ممكن بعدها بشوية تلاقي نشف نحن في الصيف الجو حر لمي اول بول ما تسبيش حاجة على الحبل توظسب الذي قد اقتته اول بول دورف يعني انه تسبينا دورف على طول يثبني ايدك في الدورف على طول منك حسما ان الدورف متراتب كنت منزلا دوليب كلها ابل рمضان وقد كنت مزبطائهم قبل رمضان ولا عملتهم قبل العيد لانه كنت عملهم قبل رمضان لم يكن ساعتما ساعتما طلعت الصيف وكده عملت الدوليب كلها الاطفال والكبير يحطي للأvoltاء لكن قلت لأ الى الاد الكبار لأ نحن سوف اناد اêtاره ثاني يعني عايزة نزل الدولاب الكبير وعايزة نزل الدولاب برضو بتاع البنات الصغير وزبطهم وبرضو عايزة أروأ تحت السرير يعني كل الحاجات اللي أنا كنت عاملها ساعة رمضان لا أعايزة عاملها تاني يعني عايزة أزبط شوية حاجات تاني عشان أنا الحاجات ديتا ما كنتش عاملها ساعة العيد الصغير لأنهم ما كانوا يعني متزبطين يعني عايزة أزبط الدرف تاني عايزة أمسح تحت السرير وردت بالشخنة اللي أنا مخزنها تحت السرير نفضون منما وقته ثم أول بنا تحته بالنسبة للمطبخ هعمل ايه في المطبخ؟ زي الشفات بدأ برضو كنت عاملها قبل رمضان برضو المطبخ كله كنت عاملها قبل رمضان فعايزة بقى اضبط الترة في اللبوزة مثلا لو في حاجة في السراميك مثلا عايزة تتلمع او تلغسل اخسلها الشفات برضو عايز يلغسل كده يعني حاجات اللبوزة هارجع عاملها ان شاء الله قبل العيد يعني ربنا بجد تعالينا عادة دي تكوس احنا دايما متعودين كده في العيد بننضب بقى تنظيفات العيد يعني وكلا انت شاءتك نزيفة وما فيهاش اي حاجة خلاص تمامي شوفي اللي تبهدل وكملي عليه وعملي بس تصدقيني التنظيفة اللي انت بتعمليها ساعة العيد دي بتريحك بعدها مدة كبيرة جدا يعني انا كنت مروقة الدوليب من ساعة الرمضان من قبل رمضان كمان زي ما كنت بطلع السيفي وبدلت الحمد ده محافظة عليها فعايزة بقى اعملها تاني بحيس اللي هي تكمل معايا بقى فترة اتول تبدوا تبقى مترتبة حب لان ازبطهم قبل راهيك كده ترسيبها كده بمزاج ورواء كده كده تبقى شكلها كده شكلت ضب العروسة فحب لان ازبطه وكده واشوف اي حاجة هتقابن يعني مع ازبط هتعملها في الشقة كلها عمتان تمام هابدأ بها ده اللي ان هسويه الاكل حمرت بقى الشعرية وحمرت السلصخيات بقت جاهزة بس طبعا هسخنها يعني ساعة الاكل يعني هسخن السلصخيات وزويد لها حبة مية انية تقلت كده والشعرية حمرتها وحمرت بصرايا كده للرز يعني خليتها تصفر بس كده وزوديت بقى الرز والشعرية والبصرايا مع العدس يعني العدس اللي هو بجبة دوت بصلوقه كده مع في مية صخنة يعني بحمر له بصرايا الاول عشان تدينه لون حلو و بعد قليل التمسيقه التي قمت بسكت الحلوى و معتل تكفت ميه القليل و والحلوى يجب الأمر بشوها مع معلقاتي زيب بجعلها طعمة جيدة ستبدأ لدى أعلى من القحل والطبق الكشر الحلوى و المهم مازدى أحلى من الكشر البعض سيجب عن طبق الميه ما ليس من الطبق الذي تعملين في البيت أدلّى سعيدة السلسة و تحمص حلوين كده والبصل وكمان عملت طبق صلطة وحطت بقى مخلل يفتح النفس يعني زبط الأكل كده بحيث انه يكون شكله حلو يعني وإيه ويفتح نفسهم في طبق برضو مكرونة بسلسة يعني كل واحد حسنا بيحب بغرف له يعني وكده الغداء بقى قلت أخش بقى كده بسرعة أخسل الموعين مش عايزة بصراحة بقى إلا أنا أكسل وقعد بقى وكده لأنا عايزة أشطه بمضخي وقعد بقى برحتي يعني أقعد بقى أصهر قدامي التلفزيون قعد أتفرج على حاجة أقعد مع البنات أشوف مثلا لو عايزين أي حاجة مش حاب لأنا ضيع عيومي كله في شغل الويت أنا كده يعني مش حكاية قناة ولا تصوير ولا أي حاجة أنا بحب أخلص كل الحاجة كده بدري واخش بقى وهرب وظبط منبخي واخش بقى إيه أغير هدومي بقى وقعد بقى كده أتفرج على التلفزيون فيه كم مسلسل أنا متابعين ما كنتش متابعوهم في رمضان بصراحة متابعوهم اليمن دولاد باجي بقى على الساعة 8 بالليل كده قعد أتفرج بقى كم مسلسل كده إيه أنا متابعوهم حلوين قوي يعني وقعد بقى مع البنات أشوفهم معافزين حاجة بتاع يعني ما بقاش كل يومي كله في التبيخ وفي التنظيف يعني وكده يعني أنا بصو لو تلاحظوا لنا اليوم بتاعي بعمل كده حاجة في نفس الوقت يعني سحيد علقت دخلت الكيكة الفرن كنت أنا مشيت المكنسة في الريسبشن كله وشوفت على ما إيه حاجة عايزة تلمع سويت السرير الكبير سويت قدوة النوم كده على طول كنت مخلصة الجزئية دي جت رجعت شلت الحاجة بتاعت التومين علقت على الغدم يعني بصو روحت تسوقت كم حاجة نعايزها رجعت شلتهم وبدأت اللي أنا حضر في الغداء حضر في الغداء مش معنى اللي أنا هركن جنبه لأ كنت روحت للميتي الغسيل تبقتي الغسيل رجعت ومكانه في الدرف بسطة على قدة الأطفال وعايزة أي حاجة تساوى لمعت البلكونة كده وكنستها في السريع يعني كده لو بعمل حكذا حاجة عارفة لما تعمل كده صدقيني وعمرك ما تزهقي من شغل البيت لأنك انت بتخلصي بسرعة فمش هتملي غير لما بتفضلي طول اليوم تخلصي ترويق تخدش تشوفي ما عرفش اي تدري راحة جاي في الشقة كلها وهتحس اللي انت تعبتي او هتزهقي وتدخين او ممكن جيلك يوم تسيب الشقة تدربتل ومتعملش فيها اي حاجة لا اعملي كل الحاجات كده في نفس الوقت مش هتزهقي ومش هتملي خليك زي كده وصدقيني يعني تحب اللي انت ستبقي حابة شغل البيت وخلصي بدري كده يعني تعالى المغرب تبقي مخلصة كل حاجة مشطة بمطبخك وخشي بقى عودي تفرجي بقى على التلفزيون وعودي بقى مع عيالك مع جوزك كده بقى وغير بقى بعد ما تخلصي كل اللي الوروكي اي اي انا باجي بقى عصلاع تمانية او متفرجة انا بمسلسل وعملكم بايت النسقافي ونوعد بقى ايه نبدأ الصهرة بقى لغاية بقى لغاية الفجر يعني بس كده ده كان الفيديو بتاقي